الفصل الثالث ما هي اهم النتائج المترتبة على احاديث العرض اعزائي النتيجة الاولى ولكن قبل بيان النتيجة الاولى لابد ان نعرف هذه المقدمة التأصيلية وهي هل ان روايات العرض على الكتاب مختصة بوجود معارض للرواية حتى ان نعرض الروايات على الكتاب او لا اعم اي رواية لابد من عرضها ماذا على الكتاب اي منهم اعيد اعزائي الان روايات العرض وردت هل ان روايات العرض تقول اذا جاءت رواية وكان لها معارض فاعرضوهما على كتاب الله يعني يكون القرآن مرجحا ومن الواضح موضوع الترجيح انما يكون في فرض التعارض ومع عدم التعارض فلا موضوعة للترجيح هل هي مختصة بفرض التعارض بين الروايات او هي ماذا او لا اعام اعم من ان يكون معارض او لا يكون اي رواية دقت بابا فهمنا فعلينا اولا قبل العمل ماذا ها ان نعرضها على كتاب الله وهذا الذي قرأناه من كلماتي شيخ المفي قال اساسا روايات كذا اسأل الان ما انقل كلمات الاعلام ماذا ما هو قول الاعلام الجواب يوجد اتجاه الاتجاه الاول وهو الاتجاه السندي وهو الذي بنا عليه السيد الخوي ومن تبعه من تلامذته هؤلاء قالوا اساسا لا معنى لا معنى لعرض الرواية على الكتاب بعد صحة سندها وعدم وجود المعارض ان نعرضها على ماذا على كتاب الله لان المدار على القبول وعدم القبيل هو ماذا صحة سند ومع فرض صحة السند وعدم وجود المعارض يعني تمامية المقتضي وارتفاع المانا اذا نعمل بالرواية ولا نحتاج الى ماذا الى العرض على الكتاب الله من هنا صرحوا ماذا ها ان روايات العرض انما هي اين ها في المرجحات ولذا تجدون قلنا اذا يتذكر الاعز قلنا ان باب التعارض عندنا يبدأ من منهج والتعارض عند المنهج السندي يبدأ ماذا بمنهج اخر ولذا وجدتم انهم جعلوا العرض على الكتاب في الخطوة الرابعة الخامسة بعد ذلك قالوا اولا نثبت صحة الرواية فاذا ثبتت نبحث لها معارض او ليس لها معارض خليه هنا كمية هذا التسلسل الذي سرى عليه التعارض المعاصر عندنا اولا نبحث عن السنة فان كان صحيحا عملنا به وان كان له معارض ننتقل الى المرحلة الثانية نقول يمكن الجمع العرفي او لا يمكن الجمع العرفي يعني ماذا يعني اذا كان بينهما عموم وخصوص اطلاق تقييد حاكم محكم وارد مورود وغيرها وغيرها ماذا نفعل ها نجمع بين روايا فاذا تعارض واستقر التعارض عند ذلك ننتقل الى ماذا الى المرجحات فمن المرجحات ماذا العرض على الكتاب ما ادري واضح او لا اما نحن او المنهج المضمون ماذا يقول بمجرد ان تقرأ الرواية اول خطوة ماذا تفعل تعرضه على كتاب الله اذا الفارق جوهر بيني وبين القوم يعني بيني وبين هذا المنهج المتعارض في مدرسة النجف وتلامذة مدرسة النجف ولذا تجدهم صرحوا بشكل واضح وصريح سيد الخوي قدس الله نفسه في مصباح الاصول اللي هي تحقيق نشر الفقاهة المجلد الثالث اعزائي الصفحة اربعمائة و سبعة واربعين بحسب ذلك بل صفحة اربعمائة وسبعة واربعين يقول طبعا الباب اللي يباحث به بيان المرجحات المنصوصة وترتيبها واضح اذا الترجيح بالكتاب او مخالفة العامة اول خطوة الثالث او رابع خطوة اول مرحلة او ثالث ورابع مرحلة فاذا سألوك والكثير يسأل ما هو منهج السيد الحيدري بينه في باب التعارض بينه وبين الله منهج القوم المعاصرين ان العرض على الكتاب في المرحلة الثالثة او الرابعة اما منهجنا اول مرحلة ولذا يأتي في صفحة اربعمائة وسبعة واربعين يقول واما موافقة الكتاب ومخالفة العامة فلا ينبغي الاشكال في ان كلا منهما مرجح مستقل ما معنى مرجح مستقل اعزائي ما معنى مرجح مستقل يعني في فرضي وإلا مع عدم التعارض اكو مرجح لا يوجد تعارض سالبة بانتفائل موضوع لا يوجد معارض حتى نحتاج الى مرجح ثم يأتي يقول فالذي تحصل مما ذكرناه ان المرجح المنصوص منحصر في موافقة الكتاب ومخالفة العامة وانه لا بد في مقام الترجيح من ملاحظة موافقة الكتاب اولا ومع عدمها يعتبر الترجيح بمخالفة العامة ولو لم يكن في احد المتعارضين شيء من المرجحين اذا البحث اين عزيزي في المتعارضات مو مطلقة يؤخذ باحدهما تخيرا لو دلت دلالة الاخبار وهكذا جملة من تلامذته منهم السيد الصدق قدس الله سيدنا السادة سيد الشهيد الصدق قدس الله نفسه هناك بشكل واضح في بحوث في علم الاصول المجلد السابع عزيزي تقرأت سيد الهاشم صفحة ثلاثمائة واربعة عشر هذه عبارته هناك يقول المسألة الثانية حكم التعارض المستقر من زاوية الاخبار الخاصة يعني المسألة الأولى حكم التعارض المستقر بير الروايات بلحاظ القواعد العامة ماذا يقتضي التساقط التخيير أي الآن المسألة الثانية حكم التعارض بلحاظ الأخبار الخاصة ما هي الأخبار الخاصة القسم الأول أخبار الطرح ما خالف كتاب الله فهو زخرف لم يقل إذن موضوع البحث وين ها بعد التعارض بعد أن اتضح فيما سبق مقتضيات دليل الحجية العام في موارد التعارض بين الأدلة تنتهي النوبة إلى دراسة حالات التعارض من زاوية الأخبار الخاصة إذن موضوع الروايات الدال على العارض موضوعها ما هو ها هذا المعلم طبعا جملة من الأعلام الذين ذكروا ذلك صاحب الحدائق غيره غيره الإخوة مردونوا راجعون هذا البحث في المقدمات للحدائق وأنا أنصح الأعزة مرارا ذكرت هذه القضية للأعزة أنه الحدائق يطالعوه كتاب الحدائق كتاب الحدائق من الكتب المهمة أعزائي لأنه فيه منهج غير المنهج الأصولي المتعارف عندنا يعني هو المنهج ما رد أقول الأخباري المحض ولكنه هو المنهج الأخباري ذات الصبغش الأصولي ولذا هو اضطر في مقدمة كتاب الحدائق ها لأنه هم الأخباريين ما يحترفون بعلم الأصول فشنو يجوا مولانا بحثوا ها هذي هذي مئة وسبعين صفحة مقدمات مولانا أنت من تقرأ المقدمات يشوف المسائل شنو المسائل الأصولية بس ما لدي سميها علم الأصول ليس مو مشكلة مشكلتها مو في الإصطلاح شنو الأبحاث هو أنت لو ترجع عليهم في هذه مقدمة ومفيدة المقدمة مثلا احتجاج بحجية الاستصحاب ودفعي تقسيم الدلالة إلى منطقية ومفهومية الملازمة بالنسبة إلى مقدمة الواجب قياس الأولوية منصوص مسائل شنو مسائل الأصولية لكن سماها شنو سماها المقدمات موهم هسا هروبا من الاسم ووقوعا في المسمى جيد هناك في صفحة زائي مئة وتسعة من المقدمات أرجع وأقول طالعوا كتاب الحدائق من أول إلى آخر بالدقة طالعوا أعزائي بالدقة طالعوا أنا هذا الحدائق مطالع بالدقة يعني كلمة كلمة مو أنه أشياء متصفحة مطالعه بالدقة نعم بالضبط قبل خمسة وثلاثين قبل خمسة وثلاثين عام أنا كان بنائي أوائل دخولنا إلى أبحاث الخارج وش اسمها ردنا نقرأ الكتب الفقهية فوضعت لنفسي منهج فقط لدراء لمطالعة الكتب الفقهية ولمطالعة الكتب الحديثية أنا مطالع الكتب الحديثية الكتب الأربعة والوسائل رواية 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 ورواية مطالعة من غير أقرأ شروحها فقط قاري الروايات وكان أهمي من ذلك معرفة لحن الأئمة في الحديث لأنه عندما تعيش مع الفقيه قد تتعلم على ماذا لحن الفقيه ولكنه أئمتنا قالوا تعرفوا على لحننا على خطابنا على طريقتهم هذا طالعته بالضبط هذا طالعته قال هناك في صفحة مية وتسعة الذي ظهر لي من الأخبار وعليه أعتمدوا وبه أعملوا أنه متى تعارض الخبران فالواجب أولا العرض على الكتاب العزيز إذن موضوع العرض على الكتاب متى يعرض الحديث على الكتاب عند التعارض بينهم وهذا هو الذي اختاره الآن جملة من هؤلاء الأعلى في قبال هذا أعزائي خلي ذهنكم يمي في قبال هذا الاتجاه الاتجاه الآخر وهذا هو من مميزات أو من الفوارق بين الاتجاه السندي في قبول الرواية والاتجاه ماذا المضموني والمتني في قبول الرواية أما على الاتجاه الآخر يقول لا الخطوة الأولى عرض ماذا عرض الرواية على الكتاب لمعرفة أن هذا المضمون موافق أو ماذا أو مخالف وهذا على مقتضى القاعد لماذا لأن المنهج ليس منهجا سنديا بل المنهج منهج مضموني وأنا أريد أبحث أنه صدر أم لم يصدر وكيف أتأ حميز وكيف أميز ذلك هذه العبارة مرة أخرى للشيخ المفيد قدس الله نفسه لقرأناها في درس الفقه عزائي قال وكتاب الله مقدم على الأحاديث والروايات وإليه يتقاضى في صحيح الأخبار وسقيمها مو في ما عارضها لترجيحها على غيرها أبدا ولذا أنا ادعائي وقلت أن هذا المنهج الذي أسير عليه هو منهج أساطين الطائفة هذا هو المنهج الذي طرح أخيرا هذا ليس منهج أساطين الطائفة فهو الحق دون ما سواه سؤال ما هو الدليل سيدنا حسنا أنت ذكرت الاتجاهين الاتجاه السندي والاتجاه مقتضى القاعدة هو هذا يعني لو كنا لو لم يوجد عندنا أيضا دليل مقتضى القاعدة على الاتجاه السندي أن يكون العرض بعد ماذا بعد التعارض ومقتضى القاعدة على الاتجاه المضموني أن يكون العرض ماذا أول خطوة أول مرحلة لا المرحلة الثالثة أو الرابعة ومع ذلك كله ما هو مقتضى الأدلة الخاصة تعالوا معنا إلى الأدلة الخاصة هذا هو الوسائل أعزائي تعالوا إلى روايات العرض في روايات العرض على الكتاب هناك مجموعة من الروايات أقرأها للأعزاء الرواية الأولى وهي الرواية العاشرة من أبواب صفات القاضي من كتاب القضاء الباب التاسع وجوه الجمع بين الأحاديث رقم الرواية ثلاثة وثلاثين ألف وثلاثمائة وثلاثة واربعين قال قال رسول الله إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه ما موصولة إبهامية تعارض لا أعلم أعزائي سواء وجد تعارض أو لم يوجد فما وافق كتاب الله فخذوه كان له معارض أو لم يكن كان له مخالف أو لم يكن الرواية الثانية أعزائي وهي الرواية الثانية عشر التفت جيدا وهي رواية صحيحة السند من نفس الباب الباب التاسع وجوه الجمع من أبواب صفات القاضي الرواية عن أبي عبد الله الصادق قال ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرفون بعد ما أتصور أكو عبارة أوضح وأصرح في ذلك الرواية الرابع عشر وهي أيضا رواية معتبر سندا طبعا احنا كل هاي الروايات بالنسبة لأنها باعتبار أنه نتكلم في المنهج المضموني هذه كلها معتبرة مو مبنان المنهج السندي ولكن حتى لو فرضنا المنهج السندي فالرواية ما هي يعني هاي الرواية رقم اثناش معتبرة صحيحة السند الرواية رقم اربوطعش أيضا معتبرة الرواية سمعتها أبا عبد الله الصادق يقول التفت إلى العبارة التفت كل شيء مردود إلى الكتاب هم كل وهم ماذا وهم شيء بعد عندك انت تعبير اكثر الدال في العموم والشمول من كل شيء الله خالق كل شيء بعد ما يقدر ما يمكن استثناء منهم شيء يعني واقعا هذه من العمومات والاطلاقات التي تأبى شنو ها لا يقول سيد اكوف ادري وآية اشغل نعم اولا هذه المثبتات والمثبتات لا تنافية بينها وثانيا واقعا من العمومات التي تأبى التقييد والتخصيص هذه من الرواية الثانية الرواية الثالثة وهي الرواية الخامس عشر ايها الناس خطب النبي صلى الله عليه وآله بمنا فقال ايها الناس ما جاءكم عني ما جاءكم كل ما جاءكم عني سيدي يا رسول الله له موافق معارض لا 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 ابدا معارض ليس الراوي يعني الخطوة الاولى عندما يطرق سمعك حديث اذهب الى ماذا اذهب الى كتاب الله ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فانا قلته وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم اقله الرواية الثامن عشر الرواية عن الامام الباقر اذا جاءكم عنا حديث كلها عبارات واضحة بلا ريب فوجدتم عليه شاهدا او شاهدين من كتاب الله فخذوا به وإلا فقفوا عنده ثم ردوه الينا حتى يستبينا لكم الرواية الاخيرة اعزائي وهي الرواية 37 من هذا الباب وعموم الروايات بهذا المضمون الرواية عن الباقر انظروا امرنا وما جاءكم عنا فان وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به وان لم تجدوه موافقا فردوه وان اشتبه الامر عليكم فقفوا عنده وردوه الينا هذا على مستوى روايات ماذا روايات مدرسة اهل البيت على مستوى روايات السنة ايضا سنقرأ بعض الروايات اللي صححنا سندها ان شاء الله ثم ندخل الى النتيجة الثانية والحمد لله رب العالمين